بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 3 Design of Continuous Beams وبنتكلم في Part 1 على Definitions أو Introductions نبدأ نتكلم على Upper Limits إيه هي Upper Limits للتسليح اللي هي Limitations المطلوبة لعملية Reinforcement for Flange Beams وبنتكلم هنا على الكاميرات اللي هي الكاميرات الوسطية فبنقول إن Raw Maximum أقصى نسبة تسليح اللي هي 75% Raw Balanced وقبل كده عرفنا Raw Balanced هي نسبة التسليح اللي بيحصل عندها انهيار متزامن في حديد التسليح والخرصانة بمعنى إن السترين في الستيل بيوصل لليلد سترين والسترين بتاع الخرصانة بيوصل للألتمت اللي هو 3 من ألف يبقى بالتالي Raw Balanced اللي هي عبارة عن الarea Steel Balanced على البيويب اللي هو الويب اللي عندي العرض بتاعه بي في الدي اللي هي الدبس يبقى من هنا الarea Steel Balanced بتساوي السي التوتال بالانسد على Fy اللي هو الييلد سترينز بتاع الخرصانة اللاحظ هنا في نوت مهمة جدا بنقول لك For Flange in Compression And when Balanced Neutral Axis Dips Is Below the Flange يبقى في الحالة ديه السي توتال بتساوي السي اللي موجودة في الفلانج بلص الجزء اللي موجود في الويب بمعنى لو ده Neutral Axis عندك ويبقى ديه منطقة الضغط فبنقسمها الى جزءين الجزء الاولاني اللي هو الفلانج والجزء التاني اللي هو الويب يبقى بالتالي السي التوتال بتساوي السي اللي موجودة في الفلانج بلص السي اللي موجودة في الويب بالنسبة للLower Limits احنا تكلمنا على الابر طب اللower Limits لو اللي فلانج عندي موجودة في الكمبريشن زي الحالة اللي احنا شغالين عليها بنقول ان الاريا ستيل مينموم بتحسبها ازاي بنقول هي القيمة الاكبر من القيمتين دول اللي هما ثلاثة جزر FC داش اللي مقاومة الضغط على FY في بي ويب في الدي اللي هي الديمينشنز بتاعة القطاع او متين على FY في البي ويب في الدي وبناخد القيمة الاكبر طيب لو انا عندي الفلانجة في التنشن بمعنى ايه ان انا عندي القطاع بالشكل دوت ويبقى في الجزء ده هو الكمبريشن ويبقى الفلانجة اللي عندك موجودة في التنشن زون او في منطقة الشد ازاي بتحسب الاريا ستيل مينموم خلي بالك بنحسبها بطريقة معينة بنقول هي smaller of عندي تلات معادلات دي اول معادلة بنحسبها في معادلتين تانيين اللي هم تلاتة جزر FC داش على FY في البي افكتف في الدي المعادلة التانية اللي هي متين على FY في البي افكتف في الدي بنحسب المعادلتين دول ناخد القيمة الاكبر منهم ونقارنها مع القيمة اللي موجودة هنا وناخد القيمة اللي هي اللي smaller value يبقى انت كده حسبت في حالة اللي فلانجة اللي عندك موجودة في التنشن زون طب اللوور لمت بنقول له الاريا ستيل اللي انت اخترتها اللي هي الاكشول اللي حط حطها في القطاع اكبر من او يساوي اربعة على تلاتة الاريا ستيل الكلام ده معناه ايه انا حسبت الاريا ستيل دي من المعادلة اخترت حديد بطريقة معينة الحديد دوات ليه مساحة فبنقول عليها دي الاريا ستيل بروفايدد فبنقول له الاريا ستيل بروفايدد اكبر من او يساوي اربعة على تلاتة الاريا ستيل يبقى في الحالة دي حسابات الاريا ستيل مينيمم از نوت وفي الحالة دي بيبقى السترينس بتاعت القطاع اللي هي فايل ام ان اكبر من او يساوي اربعة على تلاتة ام يو وفي فرق بين الام ان والام يو ام يو هي الابلايد مومنت الاكشول على القطاع ام ان هي السترينس بتاعت القطاع نتيجة الديممشن ونتيجة حديد التسليح